من لندن نادية البزازة المحامية المختصة في شؤون الهجرة ألم بك سيدة نادية ما هو الجديد الذي يمكن أن يضيف النظام الجديد للهجرة ولماذا لجأت إليه وزيرة الداخلية نعم هذا النظام هو نظام تدخيق ملف الشخص سوابقه الإجرامية يشبه نظام الأمريكي الأستا الذي انطرح بعد أحداث 11 سبتمبر وأيضا النظام الأوروبي المطروح والمتوقع أنه ينطرح في الساحة في 2022 أو السنة القادمة هذا النظام يشمل أغلبية الأشخاص حاليا الوافدين من الدول التي لا يحتاجون المسافرين إلى فيزا لدخول بريطانيا مثل كندا أمريكا والاتحاد الأوروبي أنه يملأ استمارة على أونلاين ومن ثم يذكرون سوابقهم ويعطون أيضا معلومات عن سبب القدوم إلى بريطانيا وأيضا أنه يعني إذا كان عدد المرات والهدف والمكان هذا واضح ولكن سيدة نادي هل يمنع هذا القانون الجديد المجرمين من دخول البلاد أم هو ينقص عدد اللاجئين نعم هو الاثنين مع بعض يعني أولا هيعمل شيء تدقيق لملف الأشخاص اللي واصلين بدون فيزا فحيكون تدقيق إذا هذا الشخص عنده سوابق الجرامية ويعتبد على نوعية السوابق فأيضا هتقلص من هذا الشيء وثاني شيء أنه أيضا هتقلص بدخول اللاجئين بالصورة غير شرعية وأيضا مهمة وخصوص الأشخاص اللي بداخلين مثلا حاملين جوازات مزورة فبهالحالة هتبين أنه هذا الشخص المستعمل هذا الجواز أنه وصل مثلا إلى بريطانيا خلال الأسبوع الفات وغيرها فعدت مرات خلال سنة هذا النظام الجديد إلى أي مدى يتشابه مع النظام الأوروبي الجديد أيضا المقرر أعلانه من قبل بروكسل هو تقريبا نفس النظام بس بسيط أشياء مختلفة الفرق الأساس والنظام هو نفسه بس الرسوم المتوقع أن النظام البريطاني سيكون تسعب عونات للشخص بس الأوروبي متوقع أن يكون ست بعونات النظام الأوروبي حينطرح مثل ما تخبرتك أنه سنة القادمة النظام البريطاني لحد ما يكم محرحلة التحويل مباشرة اهتمال متوقع إلى 2025 نعم هذا النظام الذي ربما يعتمد على النقاط وعلى مسألة المهارات الخاصة ومزيد من المهارات المطلوبة إلى أي درجة يطرح عملية نحن أمام انتقائية في قبول اللاجئين وأيضا المهاجرين نعم بالنسبة هو النظام النقاط موجود سابقا وليس جديد بل صار بالنسبة للوافدين اللي كان الطلاب أو العاملين اللي حابين أن يهاجرون أو حتى المستثمرين بس ساهلت من ناحية كثير الوزارة الداخلية بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي لأنه نظام النقاط هسا صار يشمل وصلت الفكرة أنت وقتي تماما سيدة نادية البزازة المحامية المختصة بشؤون أهل إجراء كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك اللي اشترك لكم وانهي داخل خارج пережرا لكم على أن تفضل